بشرة دور الحضانات الخاصة للأطفال في جميع مناطق ومحافظات البلاد في تطبيق قرارات مجلس الوزراء الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوره وذلك بعد زيادة عدد الحالات من باب الدخول فحص لدرجة الحرارة وتعقيم وإرشادات طبية وتأكد من عدم وجود أعراض صحية لولي الأمر والطالب وطاقم التعليمي إجراءات احترازية وزيادة التشدد بها في الحضانات الخاصة استخدنا هذا القرار بكل استعداد لأن الحضانات لا زالت تطبق من أول ما بدأت في عودة الحضانات تطبق هذه الشرطات التزاما منها في المسؤولية المجتمعية أمام الأطفال وأمام أولياء أمورهم فالإجراءات هي مطبقة ولكن شددنا أكثر أكثر في الإجراءات بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة كامل فريق العمل أولياء الأمور هم من أخذوا اللقاح في إجراءاتنا الأولى والثانية الفريق العمل كذلك بالكامل نأخذ الحرارة يوميا بناء على بروتوكول اللي قدمت لنا وزارة الصحة الاشتراطة الصحية الأطفال كذلك الطفل مشتبه في حرارتها ولا مشتبه في وجود بعض الأعراض الموجودة عنده مباشرة يعود للبيت يعزل بداية إلى أن تأتي الأسرة وتأخذه كذلك موضوع التباعد موجود تعقيم الأدوات تعقيم الفصول الحضانات في مختلف مناطق الكويت صارعت إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس ونقل العدوى بين أطفال وكادر تعليمي ودعوة للأخذ بالاشتراطات الصحية نحن لدينا بروتوكول معين في حضانة سومية تستقبل الطالب العاملة يأتي من هنا أنا أخذ درجة حرارته أشيك على العالمات الحيوية معدل التنفس ومعه تمام يدخل داخل الحضانة يتعقم إيديه ويلبس كمامته يدخل داخل إذا ما كان لابس كمامة من المنزل طبعا كل ساعتين في أننا تشيق دوري على الطالب من درجة الحرارة من علامات الحيوية ونفس الشيطة الطاقة من العامل المدرسات العاملات الإشراف كله يتاخذ حرارته ويتدون عندنا وأي زائر يكون فيه تواصل بينه قبل ما يجي الحضانة من أولياء الأمور في عنا مواعيد معينة لأنه نخفف من الأعداد الموجودة من أولياء الأمور والزوار تنسيق مع سلطات الصحية ومتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سلامة أطفال وكادر في حضانات التزمت بهكذا إجراءات صحية للوقاية من وباء أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس